إن من يخ美ه، أنه سنقف، أنا لا أقترى، إن هنالك من يفرق أن يخلق أفضل، من كل مكان في ملعب سواء كانوا هجوم حراس ووسط وزي كذا هذه السلسة رح تتم ان شاء الله خلال الأسبوع الجاي كامل نغطي لكم ان شاء الله الحراس والهجوم الوسط المحاور والدفاع ان شاء الله ويتموا بعد حتى الاحتياط طيب أول شي نبدأ في حراس تمام أفضل خمسة حارسين في اللعبة بالنسبة للي رأي أنا طبعا لازم تأخذون أو تعرفون المعايير اللي أنا استعملتها في الاختيار هذا المعايير هي يعني معايير خاصة فيني أنا ما لا تدخل بقوة الحارس يعني ما لا تدخل بإطاقات الحارس ما لا تدخل بقوة الكاتش عنده أو البونش ما لا تدخل اللي قصت عليه هو الفائدة العامة للحارس تمام من قوته من مهارة خاصة حقته ما تفريق ممرة يعني بدخل في الموضوع أهم شي يكون يعني مناسب الحارس ضد جميع الجنسيات ضد جميع الكوار ضد أغلب الألوان فهذا هو اللي أنا بمشي عليه ما رح أمشي قوة مومنتم فقط مومنتم ما رح أمشي على والله تواناز الحارس ما رح أمشي على قوة الكاتش عنده الكاملة ليس هذا هدفي هدفي هل الحارس هذا يفيدك عموميا يعني يسويه مشاكل في ملعب ولا طيب رقم خمسة رقم خمسة هو آخر حارس نزل عندنا في اللعبة هذي اللي هو دويتر مولر دويتر مولر نسخة السوبر ديم فس أنا أشوف أنها خامس أقوى حارس موجود في نس كثير رح يعرضوني على فكرة عرضوني عرضوني على كيفكم يعني براحتكم ورأي رأيكم ولكن هذا رأي وتقييمينا تمام مولر قبل أن نتكلم على السوبر ديم فس أبقول ليش أنا لا أخترت مولر كاس العالم طيب كاس العالم كقوة كاملة مع المومنتم وكل شيء يعتبر أقوى من سوبر ديم فس ولكن ولكن يعتبر أقوى في أول مسكة فقط وهذا هو العيب فيه يعني أنا من اختيار هنا للحراس اللي يكون يفيدك في المباراة كاملة وليس مسكة واحدة وليس يفيدك في آخر المباراة لا يفيدك من بداية إلى النهاية تمام وأنا أرى أن سوبر ديم فست مولر الأزرق الجديد هو أفضل أو خامس أفضل حارس موجود حاليا زي ما شوفت قاطة جدا جدا عالية عشرة آلاف للكاتش والباور ثمانيلاف وثنين والتكنيك سبعلاف وثلاثين يعتبر يعني حرفيا جدار جدار هذا الحارس جدار كامل تمام يتمتع مولر بمهارة خاصة حقته هي السيفتي زون 15% ضد شوتات اللي تشات من خارج منطقة الجزاء طيب الباسف هذا كثير الناس من الناس ما يحبونه ويشوفون أنه باسف قديم وباسف مش كويس لحراس حلو هذا شبه أتفق طيب أتفق كثير شبه أتفق شبه أتفق أنا أقول أنا أقول شبه أتفق الدفاع حين دفاع يعني كل واحد عنده دفاع خرافة جدا فصعب أنك تسوي ماتشوب داخل منطقة الجزاء لازم ندولك على الحلوة الثانية وبالنسبة لللي بيسوي 1-2 وبيدخل داخل المنطقة كثير من المحاور الحين عندهم انترسبت يعني يشيلك بالتاكل بالتاكل يشيلك ليس بالتاكل وانت تسوي 1-2 يشيلك بالتاكل تمام فصعب فمش مسهل انك تدخل داخل المنطقة يعني مش ملش انك سهولة للناس توقعها خصوصا إذا انت يعني تلعب في التوب تير اللي في السوباستار بتلاقي الناس فعلا حريفة الناس ما رح تخليك أو سويا فريق ما رح يخليك انك تناول على طول الهجوم أو حتى انك تعدي منه بسهولة فهنا يجيك مولر ينفع وبيضطر اللعب يضد من برا المنطقة ومولر يعني تقرب من 100 100 رح سدها تمام غير عن كذا حتى لو دخل داخل المنطقة يظل تقاطة جدا عالية حتى لو دخل داخل المنطقة يظل تقاطة عالية ويقدر يوقف الكثير من الشهواتات القوية وهذا هي فعلا قوة مولر حتى لم مهارة خاصة مهي بمرة ذاك الفائدة الكوية اللي ناس توقعها خلو تقاطة قوية لدرجة انك حتى لو دخل داخل المنطقة الجزاء برضو رح يسوي لك مشاكل مو بشرط انك انت رح تدخل عليه هدف بسهولة وهذا هو رأي في مولار عندها الكاتش حقتها 485 جدا قوية طبعا الويند ملكاتش اقوى 94 ولكن استهلاك هذه للاستهلاك من أكثر هذا اشتط شيء يذكى للمولار ان هذه من أقل الاستهلاك الاستهلاك مع قوة مع فرق من قوة المومنتم حقتها عندها 1041 و استهلاك فقط 335 اعتدنا على ان عندها استهلاك 1041 و 458 او 490 يصل الى 400 مومنتم ف يعني الاستهلاك يعتبر هذا جدا قليل و مع full power بعد تقدر انك تحافظ على مولار طول المرة وهذه عنا شوف انه خامس افضل حارس موجود حاليا الان لقم 4 من توقعون 100 رقم 4 رقم 4 حارس قدير حارس قلق حارس مزعج حارس يعني جلس مع نا يعني بيكمل السنة قريب و حارس يعني كسر اللعبة اول ما جاء يعني كسر اللعبة بشكل كبير صراحة اللي هو وكاشي مازو وكاشي مازو وكاشي مازو الدليم فست طبعا اشوف انها يعني رابع اقو حارس في اللعبة حاليا معروف يعني غني عن التعريف وكاشي مازو متأكد ان يعني أبثر 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 يعني مو طبيعية داخل ملعب طبعا ميزة منه هو puncher لأسال مش ميزة صراحة هذا شي يعني أنا عرف انه مو كويت من سبري انه puncher فعند ال punch عدة 9362 جدا قوية والاعتبر اتوقع ثالث اتوقع ثاني أو ثالث اوغو punch حاليا وعند السرعة 711 و ال power 7536 و اعتبر جدا جدا يعني قوي وتكم القوت الحقيقية في ال passif حقتها ومارة خاصة حقتها بالاضافة الى الحركة الاساسية بالاضافة الى ان good مع ال high ball هذه ناس كيفية ترام يلاحبونها ان وكشمزوا good معنات ان الطاقات ستزيد 12.5% للشوتات العالية يعني اي واحد بشوتة عالية ستزيد طاقات وكشمزوا عن ضد الحركة هذه وهذا شيء يذكر له وتوق هو الحاس الوحيد اللي عندها good high ball حالية طيب عندها فس في حقيقتها يعني مب هذاك الزود الخرافية انا يعني بين قوسيا ضد اليابانيين هي 15% ضد لعبة اسيا اكثر لعبة اسيا حالين اللي اللعبون في ملعب هما اليابانيين بدأ يدخلون الاسيا اللي هما كونة جنوبية بدأ تدخل الموضوع بشال أخضر للفست وبعد عندك تشال هدن ولكن يظل ان اكثر الناس اللعبون في داخل الملعب هما اليابانيين فهذه حرفيا قاهر اليابان بشكل مطبيعي يعني زيادة على الطاقات هذه يزيد 15% وزيد عليها ان قوة البونش حلقتها 500 مومنتم هي تعتبر ثاني اقوى بنش في اللعبة اول اقوى بانش اللي هو طبعا نوكي شمز الاحمر حق الكاس العالم 97 واللي يعطيه للنسخة هذه حارس لا يقهر هارس جبار جبار بمعنى كلمة جبار وفعلا متأكد ان الجميع عانى مننا داخل ملعبة طيب يعني وكاشمازو مرة ثانية غني عن التعريف جدا جدا قوي طاقة جدا عالية صد عندها عالية جدا و500 مومنتم مع السهلاك ثاقة 242 بس لا اله لله محمد رسول الله شي مطبيعي هذا هو رقم أربعة اللي هو وكاشمازو طيب الآن من رقم ثلاثة الآن ستقول ممكن سباد ستقول زينو ممكن ها ها موريساكي توقع موريساكي لا لا آآ آآ ناكاشيري الجديد لا لا طبع رقم ثلاثة هو جنزو و كابايشي الدريم فيست الدريم فيست جنزو و كابايشي آآ صغير ها حارس غريب يعني ها حارس غريب جدا آآ لأنه بدأ بداية قوية ودقاتها عالية ولكن ما كان يا أخي كان الناس يهدون عليه بسرعة بسراعة يعني بس الآن بس حين فجأة صعه مرة قوي مرة ثانية رجعت قوته فجأة كذا آآ فزي ما نشوف كابايشي عنده الكاتس 1535 باورس 1565 تكنيك 7268 واعتبر جدا قوي هذا الحارس توقع الثالث إلى رابع أقوى مسكه في اللعبة حاليا آآ تمام فميزة وكابايشي هذا أن البسف حقتها هي قاهر الغير يابانيين وهذا الشي يعني آآ يعني شوف لو أنه قاهر آسيا كان ممكن نحط وكاشمزو أقو منه ممكن بحكم أن وكاشمزو أعلى ولكن بما أن البسف حقت وكابايشي قاهر النون جابانيين بعناته أي لعب أجنبي سواء ك فرنسي هولندي لاتيني أوروبي لاتيني آآ آسيوي وهو قاهر لكل هذول عدل يامانيين فهذا يعطيه 15 مئة ضد نسبة كبيرة كبيرة من اللاعبين وخصوصاً لعبين اللي حالياً جالسين الناس اللي يبون فيهم أكثر اللي هما الأفريقية الأجنبية آآ وعنده طبعاً الجامبينج أسي جي كيل الأس حقتها 490 تعتبر آآ الثاني أو الثالث آآ الثالث ثالث ثالث أقوى مسكة في اللعبة كان مومنتم عنده خمسين وعشرة عنده 495 أو الثالث و لاحظ هذه السونية فا كبير 490 جداً ربقاً الفاق الهدف W يجب جعف يا K és تايتشي 655 أو 600 وشوي تقريباً مومنتم بس هو حليل أقوى يعني كحركة مومنتم أنوي مهم حارس قدير حارس جبار مع بفات بعد الكثير اللي تجيه من الأخضر ياباني يطلع فعلاً حارس لا يقر حارس جبار وهذا هو قنزو كباششي هو الرقم ثلاثة عندنا حالياً الرقم الثنين رقم الثنين حارس لأسف كانت فيه مشاكل كثيرة أول ما نزل ولكن الحمدلله صلحت هذه المشاكل كلها ورجع هيبته ورجع أنه يعني من أقوى الحراس اللي موجودين هو زينو هرنانديز الدريم فست لاحظنا جميع النسخ كلها الدريم فست الأقوية طيب زينو الدريم فست نسخة قوية قوية جداً وبتتباره توقع ثاني أقو مسك في اللعبة نعم ثالث حينصة ثالث بعد ملاقصة ثالث نعم ثالث حينصة ثالث حينصة ثالث حينصة ثالث حينصة ثالث니다 تقول لك أنت أوربي أنت ياباني أنت لاتيني أنت مين سواء إذا كانت شوتك أرضية فأنا الباسف حقيقي بيتفعل داخل منطقة خارج منطقة من زاوية ميهم أنت بس تشوتها أنا متفعل الباسف حقيقي إلا طبعا إذا كانت شوتك عالية أو شوتك مخافضة الآن كثير من من العيبة عندهم مخافضة أو عالية ولكن علا شان نسوي لك شوتك مخافضة أو عالية صعب أنك تحطها في مكان يعني بحثينك منتقابل مدافعين فأصبحت ايوة 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 أاش ايوة رحل حتى لنسنسل فأش أسباب فنرجع نقول إن الباسف هذه أنا شوف إنها حاليا أفضل باسف موجودة لأي حراس أنا شوف إن أفضل من الفل بادي ستيل في الباديستان لأنها تكون شغالة طول الوقت ولها يعني شريحة اللعيبة اللي ضدها جدا 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 عالية تمام ويعتيك 10% زيادة منطقات اللي أصلا قرافية لزينو إضافة عليها أنه عند المسكة حقيتها 495 جبارة المسكة حقيتها مع أن السهلاك السامن حق يعتبر نوعها ما عالي إلى أنها تعتبر جدا جدا قوية وهي ثاني أقوى مسكة حالية في اللعبة إذا من الغلطان فحارس جبار ميزا طبعا أنها أي شرطة منخفض أي شرطة عادية راح إن شاء الله يعني تدفع الباسف ويصدها مهما كانت الآن نأتي الأقوى حارس طبعا ما يحتاج ما يحتاج أقول ما يحتاج أقول يا شباب ما يحتاج هو تايشي تايشي لا أمزح أزحي يا أقول لا لا مو تايشي أقوحات طبعا هو قنزو وكابايشي الليجندري أكيد ما فيها كلام ما فيها أي كلام وكابايشي الليجندري هو أقوى حارس حاليا موجود يعني حارس طب 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 عالي عالي الكاتش عنده هو أعلى كاتش لابا حاليا 1042 الفاوس 6286 والتكنيك 7631 والسلام من عنده 1074 واللي كل ما يعتبرون عالين الميزة حقتها نفس الباسف حق نسينو اللهم خمسة عشر في المية بدأة 12 خمسة عشر في المية وإضافة عليها بعد زيادة عنده SDGK 510 أقوى مومنتم مسكة في اللعبة يعني خلاص عطوك الشي أقوى باسف موجودة حاليا لحراس وأقوى مومنتم حاركة وأقوى وأقوى كاتش كطاقة رو خلاص ما قدر ما قدر قلش أكثر من كذا صراحة يعني وتوني محلل الحارس قريب يعني فعلا هو يسمى Invincible SGK فعلا هو حارس خرافي من الدرجة الأولى عنده عنده بعد SGK كاتش جمجاز عندك يعني ما طي ما طي هاقوى شي في الدنيا فحارس جبار حارس جبار بمعنى كلمة يفيدك في جميع النواحي جميع الأمور وحتى لو شات واحد شوات مخافضة أو عالية تظل طقات عالية جدا بنسبة أنها ممكن أن يمسك شوات العالية أو مخافضة لأن زياد عنها طقات وعشرة وهذا هو ترتيبي لأقوى خمسة حراس عليهم مجدين إن شاء الله إنها يعني عجبتكم طبعا الخلاف وارد عادي إن في ناس تشوف أن مثلا مولر أقوى في ناس تشوف أن وكش مزو أقوى طبيعي عادي جدا دائما تقييمات الشباب تكون مختلفة من شخص لآخر من مكان لمكان آخر من كميونيتي إلى كميونيتي آخر طبيعي طبيعي جدا وما يعني والخلاف وارد وإن شاء أنكم استمتعتوا وستفدتوا ألا تكم العافية يا شباب نراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم معكم أخوكم وايس أحب أشكر جميع المتابعين اللي فعلا دعموني خلال مسيرتي الحالية في قناة وايس دريم وأحب يعني صراحة أن لولوالله ثمنتهم كان ما كملت في القناة ولا كملت في أني أحط مجهود أكبر أني أسوي دوري وأدعم اللاعبين وحاول أني أقدم الشرحات بقد المستطاع وإن شاء الله أني أكون في حسن ظنكم في هذا في هذه القناة وأحب يعني اللي حاب يدعمني في الباترون عندنا كثير من خدمات اللي أنا أقدمها لدعمي الباترون مثل إسجارات ويسية مشاهدة الفيديوهات حق تسباسة وشرحات قبل الناس كلها لأفضيلة اللاعب معي في الباتر الحي عندنا بعض تعليق صوتي في الباتر الحي وعندنا بعض جروب خاص بالواتساب خاص بالقناة وخاص بدعمي الباترون فالليح بيدعمني رابط الدعم رح تكون موجودة تحت الفيديو وشكرا من كل يعمل قلبي الله عيدكم العافية معكم ومع سلامة